السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على كل جارحة بما اشترحت المطلع على ضمائر القلوب إذا اختلجت وأصلي وأسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباه أجمعين ثم أما بعد رشدة العلم بالخيرات تزدان فيها من الأنوار والآيات ألوان تشفى بها الأسقام من حزن ومن ألم وترتوي بها نفس وأبدان والله يجعل بعد العسر ميسرة والله يرزق والإنسان حيران رشدة العلم ما أبهى نصائحها فيض كريم من الرحمن عنوانه رشدة النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى لعلاج داء خطير من أخطر أمراض القلوب اسمحوا لي أن أبدأ هذه الرشدة بموقف يرويه أحد أئمة المساجد بموقف في واقعنا المعاصر أحد أئمة المساجد بيحكي بيقول كانت أمه لما حضرتها الوفاة يقول شممنا رائحة طيبة رائحة طيبة أزكى من رائحة العنبر والمسكن رائحة فعلا بينا حتى كل الموجودين لحظوا هذه الرائحة إلى أن حضرتها الوفاة وفاضت روحها إلى الله تبارك وتعالى يتحدث ويقسم بالله ذلك على أمه يقول والله فاضت منها رائحة أزكى من رائحة العنبر والمسك فلما ماتت ودفن أمه سأله الناس عن حال أمه ما الذي كانت تفعله ما خلي بالك لما يكون في حسن خاتمة كده أكيد في خبيئة أكيد في عمل صالح بينها وبين الله تبارك وتعالى فأجاب هذا الإمام فقال والله ما كانت تسمح لأحد مننا أن يغتاب أحدا في وجودها إذا اغتاب أحد مننا غيره في وجودها قطعته وهجرته ثلاثة أيام لما حد يجيب في سيرة حد بسوء بسوء ويسئ لحد في وجودها كانت تهجره وتقطعه ثلاثة أيام لذلك يقول هذا الإمام لما طيب الله تبارك وتعالى شوف بقى لما طيبت لسانها واسمع مني هذه العبارة كما قلت لك من قبل وأقول وأردد دائما كلمات من القلوب تغنيك عن إبرن وحبوب لما طيبت وصانت لسانها عن المعاصي وعن الغيبة في هذه الحياة طيب الله تبارك وتعالى سيرتها عند الوفاة لما طيب الله تبارك وتعالى لسانها ولما طيبت لسانها وصانت لسانها عن المعاصي وعن الغيبة في هذه الحياة طيب الله تبارك وتعالى سيرتها ورائحتها عند الوفاة كثير من الناس بيقع في الغيبة وهو مش عارف أنه بيغتاب بقول لك أنا ما بقولش حاجة دا الكلام اللي أنا بقوله دا فيه في الشخص دا نفسه الغيبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره هي لو الغيبة مش إنك تذكره بسوء من الغيبة تكون إيه ذكرك أخاك بما يكره فقام رجل وقام الصحابي فقال يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول لو في كلام بقوله عليه والكلام دا موجود فيه فقال فقد اختبت قال وإن لم يكن في أخي ما أقول قال فقد بهدت البهتان هو أشد وأعظم من الغيبة إن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهدت أي أتيت بأمر عظيم وخطر شنيع إذن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره طيب إن ميما بقى هو أن تنقل هذا الكلام لغيرك الكلام السلبي من أجل وقيعة بين إخوانك ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن خلي بالك الغيبة بكل بساطة عشان بس تتفرع لإن كتير من الشباب وكتير من الناس مش فاهم الفرق بين الغيبة والنميمة بكل اختصار وبكل وضوح وبكل سهولة وبكل يسر الغيبة هي الكلام السلبي لما تذكر أخاك بما يكره والنميمة هي نقل هذا الكلام السلبي لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من غيبة فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا تخلي بالك إذا كنت ممن يغتاب غيرك فتوب إلى الله تبارك وتعالى أنت متنازل عن حسناتك أنت عارف لو أنك تغتاب أحدا ما أنت بذلك تتنازل عن حسناتك لأنك تعطي حسناتك لغيرك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل أصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله ما الذي رحم له ولا دينار ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام ليس هذا المفلس وإنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحته ثم طرحته ثم طرحته في نار عياذا بالله تبارك وتعالى فتخيل أنت بتدي حسناتك حسناتك اللي تعبت فيها بتديها لغيرك لذلك أحد السلف يقول والله لو لأني أكره أن يعصى الله تبارك وتعالى لا تمنيت من كل واحد أن يغتابني ليه؟ حيدين حسنات أحد السلف الصالح لما أخبروه بأن فلان يغتابه بأن فلان يغتاب ويذكره بسوء أرسل إليه بهدية تخيل واحد بيذكره بسوء واحد بيشتمه زي ما يقوله كده بلغتنا من ورى ظهره بعت له هدية بعت له مكافأة فتعجب قال أبأ أرسل إليك هذه الهدية وهذه المكافأة على حسنات أهديتها إليه هل أنت متنازع عن حسناتك؟ إن حسناتك التي تعبت فيها تذهب إلى غيرك غيرك الذي لم يتعب فيها تذهب إليه بمجرد أن تغتابه أي يحب أحدكم أي أكل لحم أخيه ميتا طيب إذا لو أنت مغتاب تتوب إلى الله تبارك وتعالى طيب لو أنك تسمع الغيبة وهذه معلومة في غاية الأهمية كثير من الشباب ممكن يكونوا في مجلس وبيسمع الغيبة وبتكلمش أقول لك أنت مشارك وأنت شريك في الوزر والذنب والإثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلم في موضع وفي موطن أو في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تبارك وتعالى في موطن يحب فيه نصرته مرة أخرى ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلم في موطن أو في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تبارك وتعالى في موطن يحب فيه النصرته فرد وذب عن أخيك المسلم من رد عن عرض أخيه هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة صل لسانك وتب إلى الله تبارك وتعالى إذا لو أنك اغتب توب إلى الله تبارك وتعالى لو أنك تستمع الغيبة توب إلى الله تبارك وتعالى ورد عن عرد أخيك وصل لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك معائبا فدعها وكل يا عين للناس ألسنوا اللسان هذا هو طريقك إلى الجنة أو إلى النار لذلك كان أحد الصحابة يمسك باللسان فيقول هذا الذي أوردني الموارد لسانك اللي بتغتاب به وبتنمي به على غيرك ستسأل عنه يوم القيامة بين ندي الله تبارك وتعالى لذلك أكثر ما يدخل المرء النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الفم والفرج اللسان والفرج ما من يوم ينشق فجره وما من يوم يصبح العباد فيه إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان إنه تكفر اللسان يعني تخضع له وتزل تقول له اتقل لها فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عواججت عواججنا وكما يقول العوام لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك لسانك لا تذكر به عورة مرئن لسانك لا تغتب به أحدا من المسلمين ولا تنم به على أحدا من المسلمين وتوب إلى الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يمح عن ألسنتنا كل ذكر إلا ذكره اللهم ممح عن ألسنتنا كل ذكر إلا ذكرك اللهم ممح عن ألسنتنا كل ذكر إلا ذكرك اللهم إننا نعوذ بك من الغيبة والنميمة اللهم إننا نعوذ بك من الغيبة والنميمة اللهم طهر كلبنا وطهر نفوسنا وطهر ألسنتنا من الكذب اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وطهر ألسنتنا من غيبة والنميمة إنك على ما يتشاء قدير وإنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم مبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته